اشتركوا في القناة من الأم بالمولود الجديد بل كما تكون عنده وقت للآخرين إلى آخرية ولكن بالنسبة للأخوة المولود الجديد قد يأثر هلأ إجمالا أكتر شيء الكبار بغاره من الصغار ليه لأنه الكبير بكون معود عنده عالمه لإله لحاله كل شيء بدوره حوله ما معود أنه يشارك مع حدا صغير حدا جديد بالبيت والتحضير قبل ما يخلق البيبي كمانا بفوته للولد الكبير بهذا الجو بشوف أهله من عجئين عم بحضروا الأودة بحس حدا رح يقشطه قوته يمكن لأنه بيتشاركه أمرار الأودة نفسه عم بشاركه بيته عم بشاركه أهله بحس هو بمطرح رح ينترك أو حينسوه أو يعني بعيش أنجواص داخلية بدنا نتفهم هيدا شيء هلأ من فصل أول ولد يعني بكون الولد وحيد بالأول تاني ولد بيكون في تأثير ولا كل ما يكون في ولد جديد بالعائلة رح يكون في تأثير كل ما يكون في ولد حيكون في تأثير ولكن أكتر شيء الامباكت على الكبير ليه لأنه الثاني عنده رفيق أورادي الكبير بس الأول ما عنده حدا بتشاركه هالغيرة سوا بتشاركه صح لا مش عن مزح عن جد بتشاركه الغيرة سوا اليوم يعني بس نحكي عن الغيرة شو هو الشعور يعني لو كولد كيف بيشعر بالغيرة شو بيحس كتير الشعور صعب عند الولد لأنه هو كأنه فقدين لشي مهم فقدين لحدا عم بحبه فريد بشبهه للحداد يعني كأنه عم بيخسر الشخص اللي بحبه وبنفس الوقت عم بفوت عنده حدا عم بنافسه عليه دونك هون عم بيواجه عم بيحارب عجبهتين الخسارة والمنافس طب أقوله زيادة عن هيك بحس أنه هو كأنه صار أقل أهمية لأنه الكل معجبين بهالصغير وبالوقت اللي هو كان لازم لا يعمل إفار ليكون ولد يتصرف مثل الكبار لينال إعجابهم ويهتموا فيه بلاقي أنهن قلب يتلقيه وصار أنه هيدا هالصغير هيدا كلهم من عجبين فيه بقى ليه ما بعمل مثله صحيح وأوقات يعني يمكن ما يكون الولد بنفس العائلة يمكن يكون بعائلة بعائلة تانية يعني كوزان كوزينة أرايب أرايب مثلا ومفحوطين وكتير مهتمين بولد لما بيخلق جديد فالولاد على شو مكان عمرهم حتى لو كانوا يعني كبروا شوي ممكن يكونوا عم يحسوا بالغيرة صح صح أكيد هلأ وقت اللي الولد بيخلق بالبيت أو عند الأرايب هو وقت فرح للكل يعني مش بس الأم والبي بيكونوا مبسوطين خاصة أن نحن هون باللبنان العائلة كتير مهمة بيجي التيتا وجده والطاة والخالي والعم وكلهم بحوطوا هالولد وبصيروا هيك معجوبين فيه إذا بتسم شو ما عميل حتى لو استفرق حتى لو صرق حتى لو شو ما كان كله مفحوط فيه هالكبير هيدا بصير يلاقي أنه أنا نسيوني فيه أعمار معينة ممكن تأثر أكتر من غيرها يعني منقول خلال صار عمره عشر سنين أو صار عمره خمسة عشر سنة ما بقى رح يغار هلأ أوكي هون رح ندخل شوية تيورية ما عليش بس رح أجرب بسطة الولاد بس يخلقوا أكتر شيء اللي بغار من عمر السنة ونص للأربع سنين هيدا البيك طبع الغيرة ومفروض الولاد يغار وما ننبسط إذا ما غار لأنه فيه الولاد اللي ما منشوف عندن سين غيري بكونوا عم بي منقول أن فرانسي السوماتيز يعني ممكن يعملوا أفكسون إيرينار ممكن يعملوا كريزي تربو لأنه عم بغاروا بس ما ببينو بتعرضوا مراضيا عم يكبتوا هالشعور عم يكبتوا فيه أولاد لأ بعبروا بيكسروا اللعبة أو بيعملوا بيبي تحتون بيتراجعوا لورا بيحكوا مثل الببي بدون يشربوا حليب ما بعضوا بدون يشربوا بالكبية بدون بيبرون فيه تصرفات هلأ وقت الولد بيخلق من سفر لستة شهور بيكون كتير كتير بإنسهار مع أمه بعلاقة كتير مرتبطة وما في يعمل شي بحاله شو بيصير عم بيتكون عنده باللوعي طبعه شعور أنه هو بالقوة المطلقة لتطبيسانس من سمية لأنه ما لحق ما بيبعد سينيال لأمه بتكون هي لبطه مثل الباقيت ماجيك دونك كله وصل له هو مسيطر على الوضع بين ستة شهور والسنتين بتبلش الأم شوية تنفصل عنه بتنطر لي بعت لإشارة لتجي التعمي بتنطر يبكي لتجي تحمله هون بيبلش شوية شوية الانفصال ومن بعدين من السنتين للسبع سنين الفكر على الصعيد النفسي عم بحكي بتتطور الفكر بيتطور وشوية شوية بيقدر ينفصل عن أمه مشان هيك إذا بنا نرجع للغيرة منقول أنه أكتر شي صعب بين السنة والأربعة سنين وما تنسي كاتيا كمان كلنا صرنا نعرف شو الكمبلاكس دو ديب يعني وقت البنت بتكون مغرومة ببيا والصابي مغروم بأمه كمان هون الغيرة بأوجه بيجي ببي جديد عم بدو ينفسه على البي أو على الأم دونك بتكون الغيرة بأوجه بعدين بس يكبروا شوية أكتر ممكن يعبر عن الغيرة ولكن بطريقة تانية مثلا بيحموا الخيه أو أخته بيشد عليها بيوجعها شوي أو بقول يا ريت ما جبتوها خلوها بالأوبيتال ردوها على الأوبيتال إشي هيك بس يصير سبع سنين وما فوق بتحسي في مزيحة من مع الأهل أنه هن يربوا الولد هن مبسوطين فيه بغنجو زيادة عن الزوم وهن الأهل لازم كتير ينتبهوا أنه ما يسمحوا على طول بهالشي لأنه للولد متعبة أنه هو يصير بي صغير أو بنت صغيرة كل واحد لازم نلعب دوره حتى للبيبي كمانة مأزية أنه خيه يكون حامل مسؤوليته ومش أهله نرجع للغير لما بيوصل ولد جديد كيف منقدر نخففها هالغيرة أو ما نخليها يكون عندها يعني كتير تأثير سلبة على الولد أول شيء لازم نحضر الولد قبل ما يخلق خيه أو أخته ومننصح أكتر شيء أنه يخبروه جاي ولد وقت البطن ببين ليه؟ لنزيحه عن المعاناة لا سمح الله مثلا صار فيه مشاكل بالحبل ليه لندخله فيها هاي وحدة اتنين الولد صغير ما عنده ما بيعرف الوقت معنى الوقت يعني التسعة تشهر لقله كتير طوال بقى وقت البطن ببين بصف الشي ملموس أكتر لقله منبلش نقله مناخده عجنب مش عجنب يعني بس أنه البي والأم تنيناتهم سوا بطريقة ريئة كتير بصوت هادي بكلمات تريحه نفسيا أنه جاي يخي أو أخد وما رح يتأثر شي عليك أهم شي نشدد أنه مطرحك رح يضال محفوظ حبنا لقلك ما حيتغير ممكن يستعينوا بكتب قصص للصغار في كتير بالسوق صور وقت لهو كان ببيع وقت الأم كان يتحب لي فيه فيه ناس بيعملوا معالجين نفسيين بيلجأوا لطريقة الرسمة بيرسموا قلب وبعبوها أسامة الأشخاص اللي بحبوها وبفرجوا الولد أنه ليك ما بقي ساعة القلب ما رح نمحي اسم ونكتب اسم محله حنكبر رسمة القلب تفهم أنه الحب بيكبر بس ما بيتقصم بعدين ما نستنزل رياكسيون ردي تفعل من الولد أنه كتير يكون مبسوط أنه جاي خاي أو أخط لأنه هو كيف بده يحبه إذا ما شايفه دونك نطويل بيلنا عليه بالهدى وإذا عبر أنه هو ما بده خاي ما بده أخط ما كتير لأ بالقوة بدك ولقلك جايبين ولأ مش لقله جايبين الولد أول شي ثاني شي بدنا نقل له فيك أوقات ما تحبه انت حر ولكن هو عنده أهل بحبه مثل ما نحنا أهلك ومنحبك ومنلاقي هالولاد اللي منحكيهم بكتير بساطة هنه الأولاد الأكتر شي بحبه أخواتهم بعدين وإذا عبروا عن شي بكونوا لا يقهروا الأهل أكتر إذا عملنا كل هودة منتوقع أنه ما يغار الولد يعني بالمرة بده يغار بده يغار وهيدا الشي سليم وبالعكس منحبز أنه يغار كيف رح تبين شو العوارد رح تبين أنه هالولد غيران فيه أشياء أوقات بتكون مثل ما عم تقولي كتير واضحة فيه أشياء مالنا واضحة صح من ردة لغير شي كأنه سبب آخر نحنا حكينا هلأ من شوي أنه فيه ألأ بداخل الولد وقت الأم والبي بيضلوا نوعيين أنه هالتصرفات إذا عملت تصرفات سيئة الولد مثلا كسر تاخد خيه لبطه عد خيه أو أمرار إذا ما نوبخه ما نحقره ما نعمل له ملاحظات قدام الآخرين ناخده على جنب ونحكي معه بعدين فيه عوامل مثلا بيرجع بده يعمل تحته بده يبرون عنه جديد بيحكي مثل البيبي نمرقهم ما كتير نعلق عليهم كلما مرق المساج بشكل ما نعمل سترس عليه بتمرق هالفرياض نمرقهم يعني نمشي معه فيها نجع نعطي بيبرون يعني مثلا مش مشكلة مش مشكلة عبيلك اليوم تاخد بيبرون مثل خيك أوكي بس أنت كبير خيك أنت المثال الأعلى لأله خيك فخور أنه عنده خي كبير ومنعمل منحط منظهر نقاط القوة طبع الولد الكبير ومنخليه شاركنا يساعدنا يعني مثلا منعيط له تعغير الكوش معي منجب له دعسة عالية نحن عم نحميم الببي يشوف حط لي هالغراض بجزديني طف الدو بالبيت منشاركه بالقرارات يعني شو قولك عم بيبكي ليه جعان أو ممغوس لو شو ما كان بحس على حاله أنه عنده قيمة أهم الشي ليش هو في رديد فعل غيري لأنه بحس على حاله مهمش قيمته صار يتقل الكل مركز على الصغير حتى العيلي دونك نرجع ونرجع له قيمته ونطويل بالنا عليه الفترة بتقطع ممكن نعطي قيمة جديدة يعني صح أكيد لأنه عم نوكله بأشياء مولود جديد ما بيقدر يعمله صح صح فيه أوقات تصرفات خارج البيت بالمدرسة مع الأصحاب بالقردوري ممكن يكون كمان عم بتبين وبالكي ما تبين بالبيت صح هلأ عم تقصد هون إذا فيه مولود جديد ولا عم تقصد إذا الولاد بين بعضهم لحظة فيه مولود جديد ممكن يعني تغير تصرفاته خارج البيت الولاد في شخل أبرة صح لألك لي لأنه بيكونوا بالبيت الأهل قاسيين عم بعيدوا عليه عم بقاصسوا عم بيزربوا دونك بروح بفشخل أبرة هو من المفضل يعبر عن غيرته عن خيه لأنه بتضل فيه باللواعي طبعا وبدو يكبر كيف عالنا الكمبلكس فيه الكمبلكس فراترنال يعني إنشأنا أوقابينا فيها الريفاليتي فيها المنافسة بين خيه واختهم وهي سليمة تنبني شخصيتنا هي سليمة دونك هالي عيشها بالبيت ونحنا نعمل له قادر إطاري معين إنه ما نعيط عليه ونمرقه حتى أوقات فيه وليد بيرجعوا بدون نشاركون على الأوضة يرجعوا كليش حطيتوا برسول بباب بأوضتكن أنا كمان بدون نبقودتكن ما علي نمرق نمرق والإشياء اللي لازم نكون صارمين فيها ونضلنا على قراراتنا فيها برات دومان الغير تضل ماشي مظبور يعني ما من خاف هون إنه بدون يرجع لورا الولد لو رجع بدون يقف أهم شي الأهل ما يمرقوا توترون وقلقون لوليدون كل ما الأهل كانوا هن رايقين فيدي برضو ما بالبيت الكل مقلق الكل تعبين الأم كله شي جديد علي عم توعى على اثنين صار فيه اهتمامات زيادة بس كل ما تشاركوا الزوجين سوا وكانوا وعيين إنه فيه غيرة وحكيهم مع الولد برواء مش إذا هو نم بالأرض وبكي تيلفت لنا انتباهنا نحنا نصرخ عليه مانا نقول له أنت عم بتصرخ لتلفت لانتباهي مش هيدا الطريقة المنحة ما بتفيد أنا هلأ بغير لخيك بخلص هو جاي يلعب معك نخصص له وقت لإله وبس نكون معه يكون هيدا الوقت كامل لإله يعني نسمع له أو مثلا نستفيد من وجود التيتا من وجود حدا يهتم بصغير نحنا نعمل معه اكتيفيتات باتور ما بعرف بتقامو دلين نكون مركزين الفوكس يكون على بوقتها من الأوقات كنا عم نقول أنه بين السنة والأربعة سنين هيدا أوجه أوجه يعني أحسن أنه يكون الولد الثاني عم يجي بعد الأربعة سنين هلا فيه عطول هيدا السؤال بيسألونا أي عمر أحسن أنه قدي في فرق بين الأخوة بيكون مفضل كل فرق عمر له حسناته وإله سيئات وما فينا نعطي عمر محدد ولكن فيه أفكار ممكن ونصايح بقدر أعطيها توحد يعني ياخد فكرة وهو يقرر شو بده كأهل الأهل هن بدون نشوفه هل هن مستعدين نفسيا وجسديا يربوا ولد تاني بدون يشوفوا ابنهم بأي استاد نموه هو بأي مرحلة نموه هل صار مثلا بيقدر يفوت على الطويلات لحاله هل صار قريب يفوت على المدرسة هل بيكون لحاله يعني نوعا ما عنده استقليلية ولا بعده كتير صغير فيه الوضع المالي أوقت بيلعب دور فيه الوضع العملي الظرف العملي إذا واحد عارف بيشغله نقلينه بده يسافر نقلت بيت نقلت بلد هيدولي عوامل بتخلينا نفكر قبل ما نجيب الولد التاني بس ما في عمرم يعني محدد بنقول هون الغيرة رح تكون أخف لا مثل ما حكينا وللأربع بطريقة تخلي مثل ما كنتي عم تقول قبل شوي أكتر عن موضوع الغيرة ومبين أنه قيمته بعدها موجودة ومحله وعطول نكرر له عطول نكرر له أنه حبة لإلك إونيك لأنك أنت فريد من نواك وحبة لخيك كمينة إونيك لأنه فريد من نواه وين منعتل هم يعني منستيل نشوف أنه هالغيرة عم تاخد أبعاد وتصرفات غير مقبولة وهي بحاجة لبلك مساعدة خارجية صح هلأ أوقات الولاد بيحاولوا يأذو خيهم أو أختهم هون منتدخل أكيد تنقول بيخذ أكزابل مثلا ولد عد خيه بدي أجي يقل له أنت كبير وخيك صغير وأنت هلأ استقويت عليه وهو ضعيف ما قادر يعمل شي يعني عطول نفهم نحكي وأنت كتب عمر مثله وإذا عديته ما فيك تاكله ما حيفيدك هيدا الشي نوك ما بقيت عيده ممكن الولد يقتنع ويوقف ليه منحكي بهالطريقة لأنه الولاد الصغار كل شي يعني بيلعبوا فيه بحطوه بتمون بدون يدقوه سي نورمال بدون يدقوه لحتى بدون يكلوه والولد بيكون عم بيشوف أنه الأم عم بتردع يعني كأنه البيبي عم بيكل صدر أمه هذا كمان على بالإماجيناير بالخيال طبعه دونك هو بيجرب كمان وقتل نحنا منحط له أنه ما فيك تاكله بيوقف بحال ما وقف وتأزم مثل قصص أكتر هنا تدخل البي كتير مهم البي بدون يجي يقوله مثلا أنت صاب مثلي مثلك يلا ماشي تنظهر نحنا الكبار سوا ياخدوا يهتم فيه أكتر البي مشغول فيه التيتا فيه الخالي حتول حدا يحسسوا بالقيمة ويبعضوا ليه؟ لأن أهم شيء الولد بيكون حاسس أنه مطرحه ضاع بيكون الآن وعم بحس بقلق الأهل أو بعدين بيصير فيه معالجة نفسية إذا الأشياء تكررت كتير إذا فيه شخصيات بتغار أكتر من غيرها كمان؟ الأكيد أكيد فيه أطباع بعدين كيف ربيناه يمكن بمرحلة قبل ما أجل بيكون عم بحس بالقلق فيه جو انسيكوريتي بالبيت فيه مرحلة الأوديب عم تلعب هل راح قردري قبل أو ما راح تعود يشارك ألعابه أو لا مع غير ولاد أو إذا ما كان فيه مشاكل تانية موجودة وبتزيد علي وجود ولد جديد يعني مرة مثلا إجينا مع حدا يعني إجي حدا من برات العائلة خربطوا الأشياء اللي الأهل عم بتحضرها يعني بيجي الخال مثلا ييه بده يجيك خير راح يقشتك لعبك عم بحرقس كان الولد بدل ما يكون هو مستعد وكان مبسوط وكان عم بيعمل تريل ألعابه وشو بده يعطي خيو راح كولا شونو ما بده يعطي شي لخيو يعني كلام العيلة الكبيرة بتأسر أكيد بتأسر بس أكيد مش فاكتر واحد بده يكون فيه عدة أسباب للغير تتفاكم أكتر مايا غريب معالج نفسي أهلا وصلا فيك شكرا للمعلومات وقفة هلأ ومن جهة وانتبعنا إحنا وياكم أمتي بي خليكم معنا اشتركوا في القناة